موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتشاهدك قناة الفزر سبوري إليكم ونخصة المقابل للجماعة بين فريق جمارة نجم العرش وجمعية النجاح بغيظة وتنمية بأزرو بلسم الدورة الثانية عشرين بضغر قسم الوطني الثاني شادر الثمان وليسي جرس الدورة بملعب شنطة بربرة بالعرش حيث انتهت بالتعادل الوطني وادار هذه المقابلات تحكيم من عصبات تدلع مع بداية لقاء هجم سريع بوسط اللعبة ظهرها هدفة فريق نجم جوهرة العرش لكن حريسة مرمى فريق نجح أزرو تنمية فريقها من هدفها وحاقها فريق نجح أزرو قدم مقابلة كبيرة وقف الند لند أمام هجومات فريق جوهرة نجم العرش هنا نسيلة جيدة من الجيهة اليوم للاعب الظهرها وقدفة رائعة ميزوية مغلقة وتسجل بذلك هدف السبخ الفريق العرشي والإعادة تضح دكاء اللعبة ظهرها وخطأ فادح لحريسة حريسة فريق نجح أزرو وبعد ذلك يأتي مستسل تضيع الأدف هنا تضيع فرصة مواتلة لتجيل بوسط اللعبة مونيا وتدخل دفاع فريق نجح أزرو بطريقة جيدة دفاع فريق نجح أزرو قدموا قبلها إلى أن قدم فريقه في العديد من محاولات فريق جوهرة نجم العرش هنا ضرب زويلة فريق نجح أزرو الذي جاء على إسره هدف التعدل والذي أسرت حوله عدة شكوب بسبب مادة حسيزم الحكمة لخطأ لصالح حريسة المرمى فريق جوهرة نجم العرش وهنا إداعي الهدف ونصرك لكم التعناق وينتهي الشوط الأول بالتعدل الإيجابي هدف لمتله الشوط السليسي شركة المدرب سعيد وطني العباليلا الذي صفحت نفس جديد ومنذ دخلها أزعجز كثيرا دفاع فريق لذاته أزرو سين بحقنا سين بحقنا سين بحقنا بعد الهدار الميادين تقوى السابقة تعود اللاعب نجوى الهر إلى الميادين بعد إجراءها لعملات الجراحية كللت بالنجاح مستثل إهدار الفرص سيتوصل في هذه المقابلة هنا مرة أخرى هدفت الفريق زهرة ستهدر فرصة حقي للتجيئ بعد سيمة دفاع وحريسة مرمى فريق نجاح أزرو اللاعب ملينا أربكات كثيرا دفاعات نجاح أزرو ونصف حصل على ضرب الجزائي بعدها عن خلالها واضحة من مدافعات فريق نجاح أزرو بالإضافة إلى راية عدة محاولات تجيل ضرب الجزائي الأخرى ستضع من طرف عميدة الفريق فاطمة الملكي ويستمر مستثل إهدار الفرص فريق نجاح أزرو بعد سألق بتاع المشاعة والحالسة التي قدمت مقابلة أكثر من رأي ونصف على أخرى وتدخل حريصة فريق نجاح أزرو ونصف حريصة فريق نجاح أزرو هنا فرصة أخرى تجيل ستضهدر وسط اللاعب الهدفة زهرة وتدخل حريصة فريق نجاح أزرو وتدخل حريصة فريق نجاح أزرو في بعض فريق نجاح أزرو قدموا مقابلة كبيرة وكانت صباق لكل ورات فريق جوارات نجاح أزرو درد الخضاء التنفيذ فطمة الملكي نجاح أزرو وفي الدقة الأخيرة من المقابلة هدفت الفريق اللاعب الهدفة وذير فرصة حقق هذه الجيل كانت كفيلة بضمان ثلاث نقاط للفريق العريشي الذي خرجه بنقطة التعدل بطعم الهزيمة ورغم ذلك حافظ الفريق العريشي على الصدارة لكن مناصفة مع فريق الشباب المحمدية مع الاستعيد الوطني مدرب شوارة نجاح العريش الكرة القدم النسوي مقابلة الأعصاب ضايع العديد من الفرص ضايع ضربة جزاء ماذا كنت تقولين على هذه المقابلة بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى بذكر كالعادة بالنسبة للمقابلة اليوم في الحقيقة نحن خسرنا نحن السبب لأن كما قلت في السؤال ديلك ضايع بالزاف أهدف أهدف لي أهدف لي لا أهدف لي يساعد للمقابلة التي يتعليق لا يمكنني التعليق لهم لأنه لا يوجد ضربة الجزاء المشكلة المادية كبيرة تعيشها فريق جوارتنا من العرائش ما تؤثر هذه المشكلة المادية على المقابلات بالنسبة للبنات نرى هذه الماضية تشبه محمدية والآن تعدل ضد نادي نجاح آزرو المادة في الحقيقة المادة رأى أنصر أساسي في أي حاجة ليس غير في الكرة القدم نحن لا يمكننا أن نصل لهم هذه المعادنات التي نصل لهم لأنهم يجب أن نصل لهم نظل أن اليوم لا يوجد شيء مبرر مثلا المادة لأنه كبير مخالصين في الأمور نحن لدينا صعوبات ونقلبه الثاني حاجة أنه كبير تدخل للتلعاب لا تدخل المشكلة لأنه تدخل صافي منه بما أنه تدخل للتلعاب لأنه مكون سونتريا ومجده لتلعب المش ديلك ناسي المادة ونسي أي حاجة أننا قد قراءت بأننا نحن نتحدث في المدى لا تدخل مع المدى لا تدخل مع هذا المدى ونسي أي حاجة فقد قلت لهم أنه ستعادل الفارق الجوهر لا يتمس لذلك تتسيق و تقول أن هذه الفرقة لحقها خسرات المرة أخرى أو تتعديلها في كرشك أرى هم الذين يقدرون في كرشك و نقولوا الدليل أن اليوم إحنا البنات كانوا صافرة مع أين وصلوا و نتيجة بينها يعني ضيعة الفورات لأنك يولي الضغط لأنك شو ثاني أو لا كتلعب على بش تمركي و عندما تجي تكون و يكون عليك الضغط بش تمركي لا يريد أن يخرج لك أي شيء لعبة التي ضيعت اليوم الظهرة أرى من هدفت لك هنا في البطولة و تخشي تمركي القوى اللي صعب و اليوم أنت كتشوف شيء أشان قولوا الكوراية هذه نتمنى و نتمنى و مستقبلاً يكون معنا شي شوية ما شيد الحظ و شيد العمل دي لها الليبنات يتكون سنترا و ما يهينو تشفي فريق و نقولوا إن شاء الله خير و مستقبلاً كما نشوفوا بزاف دي الغيابات كاللعيبة عائشة اللعيبة فاطيمة فاطيمة زهرة وش أطروا هذه الغيابات على الفريق في هذه المقابلة؟ نورمال بلي كيكون عندك واحد جوجبنات تيتولير و كيعملوا شي شوية الفرق في الفريق يعني أطروا بالحق ما كي معني شي أن اللي يدخلوا اليوم ماشي في المستوى أو شي حاجة كل ما تشعندوا اللاعبات ديالو كل واحد كيقوم الواجب ديالو كينا 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 بعض الحاجات اللي يكونوا مستقبلاً لأنها كانت تتخذوا شي قرارات وتكونوا قرارات سارمة شكراً سي سعيد وحد أوفر فاقي المقابلة شكراً لكم بارك الله فيك معنا عبد الله سلامة ومدريب فريق نجاح أزرو عدل بطعم الفوز أقول ضد المتصدر فريق جوارات النجمة العرائش شنو ممكن تقولون على هذه المقابلة؟ شكراً قناة فجر سبور بالنسبة لهذه المقابلة هذه فهي مقابلة كما قلت هو تعادل بطعم الفوز لأن نحن هو أول فارق في البطلة الوطنية الثانية لكي يتعادل مع جوهرة العرائش داخل الميدان لأنه فاز في جميع المقابلات ونهازم فقط في مقابلة واحدة ضد شباب محمدية ربما هذا النتيجة سهمت فيها واحدة المجموعة دي العوامل أولاً الطموح دينا كما قلنا في أول مقابلة والرغبة دينا والاستعداد دينا العادي كأي مقابلة بعكس الفارق الخاصم ربما كان عليه واحد الضغط خاصة في الشوطاني لأنها ربما كانت واحدة ثقة زائدة عند لعبات جوهرات العرائش وهذه هما المسائل اللي ربما كتقلب النتائج في مجموعة من المقابلات كان نوجه نداء والشكر للعبات اللي حقاش لعبوا بواحد التفاني وواحد القتالية وكانت واحدة رغبة كبيرة في الفوز لأنه كنا نخطفه ثلاث نقاط أولاً اللي حقاش كانت واحدة لمجموعات الفرص لا لنا لجوهرات العرائش ربما كنا نخرجه بفوز بثلاث نقاط وكانت شكر الفارق جوهرات العرائش لأنه فارق منطم وفارق التي لعب كرة حديثة والله يفقهم في المصار دينا نحن الآن في الثلاث الأول من البطولة وكان واحدة مجموعة دي الإكرهات اللي ربما غادي تكون عائق أمام مجموعة من الفرق خاصة العائق المادي لأن كما كتعرفوا نحن نقلنا للمدينة العرائش هذا اليوم يعني تنقلنا في نفس اليوم ولعبنا في نفس اليوم لأننا ما لدينا إمكانيات باش أننا نكون يعني المبيت في مدينة العرائش وهذا الإكره فهو مطروح المجموعات الفرق اللي نتمنى أنها ما تديرش اعتدارات عامة لأن هذه أول جربة البطولة الاحترافية للكرة القدم النسوية هي جربة لجميع الملكية المغربية نتمنى أنها تفكر في الدعم خاصة أن المتطلبات والمسافة والبعد واحد المجموعة دي المصاريف اللي تكون خاصة للفرق ربما هذه النقطة تقدر تقلب واحد المجموعة دي المنتائج لأنك تؤثر بشكل سيلبي على مجموعة من الفرق حد أو فرق في باقي المقابلات إن شاء الله وطرق سلامة المدينة أزرو وشكرا على التغطية ومرحبا بكم بيرو التغطية في أزرو كذلك شكرا موسيقى 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 موسيقى